السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين كده المدارس بتاعة البترول الحكومية بعد الإعدادية ده إن شاء الله موضوع الفيديو بتاع النهاردة لأن في ناس كتير بتبحث عن هذه المدارس ومش عايزة مدارس بترول خاصة عايزة مدارس بترول حكومية فإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن هذه المدارس موجودة فين بالزبط عشان سيادتك تعرف المدرسة البترول الحكومية موجودة في محافظتك ولا لا تمام كده يا شباب لو ناوي تعدم في هذه المدارس بص يا شباب نبدأين كده في مجال البترول إحنا عندنا أربع مدارس حكومية في محافظة مارسة متروح عندنا مدرسة مارسة متروح الثانوية الميكانيكية يابنين أما عن محافظة جنوب سينة فعندنا مدرسة أبرديس الثانوية الصناعية المشتركة أما عن محافظة البحر الأحمر عندنا مدرسة صالح عوضالة الفنية المتقدمة براس غارب أما عن محافظة برسعيد ففيها مدرسة برسعيد الفنية التكنولوجية يبقى الأربع مدارس دول مدارس بترولية حكومية تمام كده أما عن مجال مشتقات البترول اللي احنا بنقول عليها بتروكيمويات عندنا يا شباب ثلاث مدارس حكومية المدرسة الأولى مدرسة وارديان الثانوية الفنية المتقدمة بالأسكندرية ومدرسة السويس الفنية المتقدمة بالسويس ومدرسة برسعيد الفنية التكنولوجية ببورسعيد أما عن مجال النقل البحري فعندنا المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة تمام كده يا شباب يبقى المدارس اللي احنا قلنا عليها طبعا في مجال البترول عندنا أربع مدارس عندنا تلات مدارس في مجال مشتقات البترول وعندنا مدرسة في مجال النقل البحري أما يا شباب عن المدارس البحرية الحكومية ان شاء الله ده موضوع الفيديو القادم هقول لك ان شاء الله عن المدارس البحرية او المدارس اللي فيها تخصص بحري وتكون بشرطة طبعا مدرسة حكومية عشان الناس اللي بتسأل عن المدارس الحكومية ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينقول اللي يتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك وتعليق جميل ولا مكنتش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشغل الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم السيد احمد علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته